مرحبا شتونكم ان شاء الله دائما نكونون بخير راح نشرح المحاضرة الاولى من البراسايت اللي هي الطفاليات بالسلايد الاولى مجموعة من التعاريف اول واحد بها هو البراسايت البراسايت هو الكائن اللي يعيش يعني على كائن اخر او داخل كائن اخر ويستمد من عنده الغذاء البراسايتولوجي العلم اللي يدرس الطفاليات واثارها المرضية ميديكال براسايتولوجي اللي هو علم الطفاليات الطبية يدرس الطفاليات التي تصيب الانسان هوست اللي هو المضيف وهذا المضيف الكائن الذي يعيش عليه الطفالي الفيكتور هو الناقل هذا الناقل ينقل الطفالي الى المضيف مثلا عندنا مضيف وسطي عندنا مضيف نهائي نفترض الانسان مثلا عندنا حشرة معينة هذه الحشرة تنقل الطفالي من مثلا براز معين او فضلات معينة او طعام ملوث او ماء ملوث من عنده تنقله الى الانسان وهذا يكون على نوعا اكو ناقل ميكانيكي واكو ناقل بايولوجي الناقل الميكانيكي يساعد على نقل الطفالي بين المضيفين بس هو مو ضروري في حياة الطفالي هاي ننتبه لها غير مهم في دورة حياة الطفالي ليش لانه هذا الطفالي راح يكون عالق على الجزء الخارجي من جسم الحشرة على الجزء الخارجي من جسم الحشرة موجود على رجلها موجود على جناحها موجود على جسمها ما راح يكون بالداخل ما راح تتأثر دورة حياتها مجرد راح يكون ناقل راح ينقل الطفالي من مكان الى مكان اخر هذا هو الميكانيكال فكتر بايولوجيكال الناقل البيولوجي هذا الناقل ينمو ويتكاثر بالطفيلي أثناء نقله إلى مضيف آخر يعني هذا الطفيلي راح يكون داخل جسم هذه الحشرة راح ينمو وراح يتكاثر وبعدها يعني هذا البيولوجيكال فكتر راح يكون إلى دور باللايف سايكل راح يكون إلى دور في دورة حياة الطفيلي يعني باختصار الميكانيكي الطفيلي راح يكون الجزء الخارج من عنده وما إلى دخل في دورة حياته أما البيولوجي الطفيلي راح يكون بداخل الناقل راح يباعف راح ينمو وبعدها يعني إلى أثر على دورة حياة الطفيلي وراح ينتقل إلى المضيف الآخر ريسيرفر اللي هو المضيف اللي يحتفظ بالطفيلي وهذا غالبا حيوان غالبا حيوان عدنا انفكشن وعدنا انفستيشن ذا نندب عليها الانفكشن هو عملية دخول الطفيلي إلى الجسم المضيف والعيش فيه التبه بحالة الانفكشن هو وجود الطفيلي في داخل جسم المضيف أما الانفستيشن هو عملية عيش الطفيلي على سطح جسم المضيف يعني مو بداخل الجسم لأ على سطح الجسم بدون ما يخترق الأنسجة وبدون ما يدخل للداخل يعني الانفكشن راح تكون الباراسايت في داخل جسم المضيف الانفستيشن راح يكون الباراسايت يعيش على السطح الخارجي فقط لجسم المضيف زونوسز زونوسز هي الأمراض اللي تنتقل بشكل طبيعي من الحيوانات إلى الإنسان الباثوجين الباثوجين أكيد هذا نعرفه هو الكائن اللي إلى القابلية أن يسبب مرض مثل الطفيليات مثل الفطريات مثل الفيروسات مثل البكتيريا إلى آخرية أي كائن إلى القابلية أن يسبب لنا مرض هذا هو الباثوجين الباثوجينيسز الباثوجينيسز هو عملية تطور المرض شوكت يبدي شوكت يتطور وشوكت يعني تنشفه من عنده وتخلص من عنده الباثوجينيسيتي اللي هي الضراوة يعني قدرة الطفيلي أو قدرة الكائن المجهري على أن يسبب مرض باثوجينيك ستيج دايغنوستيك ستيج وإنفكتيف ستيج باثوجينيك ستيج هي مرحلة من مراحل حياة الطفيلي الطفيلي يكون قادر بيها أن يسبب مرض باثوجينيك يسبب مرض بمرحلة الباثوجينيك الباثوجينيك الطفيلي يكون داخل جسم المضيف فأنت يعني حتى تحفظها بشكل مرتب هذن التعاريف وتقوم محدد ذكرك بالثانية أول شيء المفروض تحفظ الانفكتيف ستيج انفكتيف ستيج هي المرحلة التي يكون فيها الطفيلي قادر على إصابة المضيف إلى القابلية يسوي إصابة بالمرحلة الأولى تكون عندنا إصابة بالمرحلة الثانية يكون عندي الباثوجينيك ستيج يعني بعد ما دخل الكائن الطفيلي إلى جسم المضيف إلى القابلية اللي هي المرحلة يكون الطفيلي قادر على أن يسبب مرض بعدها الدايغنوستيك ستيج بهاي المرحلة نقدر إحنا نشخص يعني صار عندنا انفكشن وصار عندنا ديزيز صار عندنا باثوجينيك صار عندنا ديزيز مرض من خلالهن راح تجيني هسا الدايغنوستيك ستيج أنا راح أكتشف منه هذا البراسايت وشنو المرض اللي يسببه إذا تريد تحفظها نحفظها هسا عندنا بعض المصطلحات وهذا المهمات يعني المفروض إحنا نعرفهن المصطلحات اللي تخص انتشار الأمراض أول شي عندنا الاندمك الاندمك هو يشير إلى وجود مرض في منطقة جغرافية معينة يصيب يعني مجموعة سكانية محددة الاندمك هي البداية يعني وجود المرض أو وجود العدوى في منطقة معينة ويصيب يعني مجموعة سكانية محددة يعني بعدها ما فالتها الأمور هذه هي الاندمك عندنا الأبي دمك هو ظهور مرض مرض في مجموعة سكانية محددة بمنطقة محددة بس راح يتجاوز يعني يتجاوز المستوى المعتاد يعني إحنا ذا نقول مثلا بالبداية بالاندمك يعني متعودين مثلا خلي نقول عشرة ينصابون بالأبي دمك لا راح يصير انتشار أكثر راح ينصابون مثلا مية راح ينصابون ميتين وهكذا هذه هي شنو الأبي دمك البان دمك اللي هي الجائحة اللي هي إصابة أعداد كبيرة من الناس ومنطقة جغرافية واسعة كذلك مثلا دول مثلا قارات مثلا العالم كله هذه هي الجائحة يعني المرض راح ينتشر يعني على مستوى واسع جدا هذا هو البان دمك سبورادك اللي هي ظهور يعني ظهور حالات إصابة منتشرة ومتباعدة زمانيا ومكانيا يعني يعني مرض مثلا يظهر ببغداد ويظهر بالبصرة يعني بس ما مترابط يعني مو كل يتيني ظهران بنفس الوقت مثلا لا هو مرض يظهر بسرعة أو يختفي بسرعة يعني مثل هاي الأمراض الموسمية مثلا إنسايدنس اللي هو معدل الإصابة معدل الإصابة وعندنا بريفلنس معدل الإنتشار إنسايدنس معدل الإصابة هذا يمثل عدد الحالات الجديدة لمرض معين في فترة زمنية محددة بمنطقة محددة منطقة محددة فترة زمنية محددة فقط الإصابات الجديدة إنسايدنس فقط الإصابات الجديدة أما معدل الانتشار؟ لا. عدد الحالات القديمة والجديدة في منطقة محددة في فترة زمنية محددة. ان شاء الله تكون واضحة. يعني فقط حالات جديدة في منطقة معينة في فترة زمنية معينة. الحالات القديمة والجديدة يعني مجموعة منطقة معينة في فترة زمنية معين هسه نيجي الى الخصائص او الاشياء اللي يتم دراستها لفهم اسباب المرض عندنا الهوست اللي هو المضيف ايجنت اللي هو العامل الممرض وعندنا البيئة علم الاوبئة يركز على شن الاشياء اللي يركز عليها يعني علم الاوبئة حتى يعالج وباء معين مصدر العدوى اللي هو نمط انتشارها لهاي العدوى الكائن المعرض للاصابة يعني العامل المسبب للمرض يعني المقاييس اللي احنا اللي احنا نتبعه حتى نقدر نتخلص من هاي العدوى يعني انت مثلا تسوي تعقيم تسوي عزل تسوي هاي الاشياء حتى تتخلص من المرض انواع الباراسايت الباراسايت تصنف الى عدة انواع اذا نجي نصنفها على اساس الحجم فهي مايكرو باراسايت وماكرو باراسايت المايكرو باراسايت اللي هي تكون صغيرة جدا لا ترابي العين المجردة الا بالمجهر مثل البروتوزوة الماكرو باراسايت اللي هي تكون كبيرة لا تتكاثر مباشرة داخل عائلها الفقاري اللي هي المثال المثال عليها الديدان اما بناء على الموقع فتقسم الى ايكتو باراسايت اللي هي تعيش على السطح الخارجي للمضيف ويندو باراسايت اللي هي تعيش داخل جسم المضيف بعدها عدنا البروسايت حسب يعني مثلا مثلا النوع النمط المعي شمالتها عدنا اوبليغيت باراسايت اللي هي تعتمد بشكل كامل على المضيف ما تقدر تعيش بدون المضيف عدنا فاكولتايتف باراسايت اللي هي الطفيليات الاختيارية اللي هي تقدر تعيش حياة الطفيليات يعني تقدر تعيش بوجود المضيف وتقدر تعيش بدون المضيف يعني ما تعتمد بشكل كل بحياتها على المضيف تقدر تعيش بشكل مستقل الطفيليات العرضية اللي هي الاكسدينتال باراسايت هذه البروسايت هي عدها مضيف معينة هادمة وتعيش من خلاله بس عن طريق الصدفة لسبب معين أو لآخر راح تصيب مضيف آخر هو مو مضيف هالأصلي ويعني راح تتطفل عليه أبيرنت براسايت اللي هي يعني هاي من أنواع الطفيليات اللي يتهاجم مضيف ما تقدر تعيش أو تنمو بشكل طبيعي بداخلة الطفيليات الانتهازية اللي هي تستغل للفرصة مثلا مضيف معين تنزل المناعة عمالته فهي راح تستغل للفرصة وتصيب يعني موجودة هي مثلا أكو هواي من أنواع معينة من الكائنات المجهرية اللي هي تعيش مثلا داخل أجسامنا كنورمال فلورا بس إحنا من تنزل المناعة عمالتنا من يصير عندنا ضعف بالمناعة هذا راح تتحول إلى طفيلية وتسبب مشاكل لأن هي انتهازية وعدنا آخر شي هو اللي هو يشير إلى المراحل غير الطفيلية من دورة حياة الطفيليات اللي هي تعيش بشكل مستقل بدون الحاجة إلى مضيف يعني هنا مصطلحات متداخلة ومزعجة بس حاولت أن أشرح لكم إياها قدر الإمكان حتشينا عن أنواع الطفيليات هسا راح نحكي على أنواع المضيف يعني المضيف اللي يعيش يعيش بداخله الكائن المجهري عندنا الدفينيتف هوست اللي هو المضيف النهائي اللي هذا المضيف يستضيف الطفيلي فقط في مرحلة النضج نركز عليها فقط في مرحلة النضج اللي هي الأدولت استيج اللي يصير به للطفيلي به تكاثر جنسي المضيف الوسطي لا يستضيف الطفيلي في مرحلة اليارقة ويحدث العفو يصير تكاثر لا جنسي الدفينيتف الطور البالغ المرحلة البالغة للطفيلي ويحدث تكاثر الجنسي الانترميديات اللي هو المضيف الوسطي يستضيف اللارفال ستيج اللي هو طور اليارقة وهو يضمن مرحلة التكاثر اللاجنسي عندنا الروسيفر هوست اللي هو هذا المضيف راح يحمل الطفيلي دون أن يتأثر بالعدووي نقله إلى مضيف آخر مثل الحيوانات يعني حيوان مثلا قط مثلا كلب ماشية أي شيء يعني يكون حامل للطفيلي ومن خلال أنت اختلاطك مع هذه الحيوانات هذه الطفيليات راح تنتقل إليك النيتشرال هوست هو يعني المضيف الطبيعي يعني نوع معين من الطفيليات مثلا المضيف الطبيعي مالته إنسان نوع معين فالإنسان بهاي الحالة راح يسمى نيتشرال هوست نوع آخر من الطفيليات المضيف مالته الطبيعي هو حيوانات في بهالحالة الحيوان راح يكون هو نيتشرال هوست وإلى آخره الأكسدينتل هوست اللي هو المضيف تحت ظروف معينة بشكل عرضي يصاب بالطفيليات كومبرمايزد هوست هو المضيف اللي يعاني من ضعف في المناء آخر طبعاً لدي إجابتهن هنا بالإكوز الأخير يعني دائماً نجيب واحد من أدهن نعرفه بارانتينيك هوست بارانتينيك هوست هو مضيف يستضيف اليارقة غير الناضجة للطفال اللي في فترة مؤقتة دون أن يحدث نمو أو تطور لها يستضيف الطور البيئي اليارقي لارفال ستيج دون أن يحدث نمو أو تطور لها آآ اللي هنا نفس راح نجي ناخذ العلاقات اللي هي تكون بين الطفيلي وبين يعني المضيفات اللي يعيش بيهن أول شي عندنا التعايش اللي هي العيش معاً اللي هي تكون علاقة وثيقة بين كائنين يعيشون مع بعض هاي الحياة مالتهم راح تختلف باختلاف الطفيليات ومثل ما نشوف عندنا عندنا الفورسز اللي هو ينتقل الطفيلي من خلال المضيف دين أن يستفيد منه الطفيلي بهاي الحالة مجرد راح يستخدم هذا المضيف للانتقال إلى مضيف آخر ما راح يستفيد من عنده شي عندنا اللي هو احنانا البرسايت الطفيلي راح يستفيد بينما المضيف لا راح يستفيد ولا راح ينبر يكون naturalized ميوتيوليزم هذا تكون مفيدة للطفيلي وكذلك للمضيف مالتها باراسايتزم تكون مفيدة للطفيلي وضارة للمضيف الأطوار المال البرسايت اللي هو تكون الأطوار اللي يحقق بيها أصابة الأوفيام اللي هو طور البيضة يارقة سيست تكييوس وأدولت فيس اللي هو الطور البالغ source of infection يعني المصادر العدوى اللي عن طريقها هذي الكائنات المجهرية تنتقل إلى الإنسان مثلا عندنا المرضى هم الأشخاص اللي توجد طفيليات الطفيليات تكون موجودة بأجسامهم ومن بين عليهم العلامات والأعراض هو اسمه مريض فقدامك تتعرف من خلال العلامات والأعراض أنه هذا الشخص مريض واختلاط كويا ممكن يسبب لك المرض الكاريير اللي هم يكونون حاملين للطفيليات ولكن ما تظهر عليهم العلامات والأعراض ريسيفر هوست اللي هو مثلا الحيوانات تكون حاملة الطفيلي بس شنو ما بين عليها العلامات وأعراض مثلا أو هو يعني يكون مضيف من خلال رح المضيف الحيواني ممكن بين عليها العلامات ممكن ما بينها المهم عن طريق هذا المضيف أنه ممكن تنتقل لك العدوى فعدنا البيش والكاريير والرسيفر طرق انتقال العدوى عن طريق البلع النوكوليشن اللي هو التطعيم أو اللقاح انهاليشن الاستنشاق انتقال كونجينيتال يعني عن طريق الاتصال عن طريق الاتصال الجنسي يعني الأجهزة اللي عن طريق هيدخل عدك الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز التناسلي عن طريق لضغاة الحشرات عن طريق الحساسية هاي كلتها مصادر كذلك اللي ممكن احنا بسبب نوع من الجسم اللي ممكن الطفيل يدخل لنا من خلال انتقال عن طريق الأكل عن طريق الماء عن طريق التربة وعن طريق الحشرات شلون احنا نسيطر على يعني الأمراض الطفيلية عن طريق نسيطر على مصدر العدوى نشوف شنو المصدر اللي داي ينتقل لنا المرض من عنده نغلق يعني نمنع طريقة الانتقال مثلا بكورونا احنا دائما نلبس كمامة حتى انه هذا الرذاذ او عن طريق السعال شان ينتقل المرض فاحنا سدينا هذا الطريق اللي ممكن ينتقل بها المرض نحمي الاشخاص او المضيف اللي هما ممكن يكونوا المعرضين للاصابة هذولا نحميهم الطفيليات اللي هي تكون ذات اهمية طبية مقسومة الى مملكة بروتيستا اللي هي مملكة الطفيليات واناميليا اللي هي مملكة الحيوانات اللي هي تكون طبعا كل الطفيليات هي حقيقية النواة هذي الباراسايت تكون مصنفة الى شعب بروتوس اللي هي الابتدائيات وحيدة الخلية وعدنا بعد اللي هي الحيوانية طبعا البروتوزوا هي اللي تنتمي اللي بروتيستا اللي هي تكون وحيدة الخلية حقيقية النواة واللي تنتمي للأنيميليا اللي هي المملكة الحيوانية سستودا نيماتودا وتريماتودا اللي هي هذي انواع من الديدان البروتوزوا طبقا الى طريقة الحركة مالتها الساركودينا اللي هي عن طريق الأقدام الكاذبة والمثال عليها انت مويبة ستولوتيكا سيليافورا اللي هي عن طريق السيليا الأهداب اللي هي عن طريق تتحرك عن طريق الفلاجلة طبعا كل هن تكاثر عن طريق اللي هو الانقسام الثنائي واخيرا عدنا سبوروزوا او اللي هو المثال عليها البلازموديوم بس هاي التكاثر ماتها راح يكون عن طريق السبورونديوم طبعا المثال عليها بلاز موديوم سبيشيز جنرال كلاسيفيكيشن أوف بروتوزوا طبعا خلينا نفهمها انه هذي الطفيليات هي تكون البروتوزوا هي جمع طفيليات الطفيلي اللي هو بروتوزون بروتوزون المورفولوجي مالتها هي تحتوي على البروتو بلازم هذا البروتو بلازم هو عبارة عن سايتوبلازم و نيوكلس اللي هو النوات هذا السايتوبلازم مقسوم الى إكتوبلازم الخارجي اللي هو يكون هيا لين يعني هلامي الوظيفة مالتها بروتكشن ريسبايريشن لوكوموشن إنجسشن وإكسيكريشن يعني الوظائف مالتها الحماية الحركة التكاثر طرح الفضلات تناول للطعام هذا يصير عن طريق الإكتوبلازم وعدنا الإندوبلازم اللي هو يحتوي على نيوكلياس اللي هي النوات وهاي النوات تحتوي على نيوكليار ممبرين غشاء النووي ولكروماتين ولكروماتين بداخله موجودة الكتلة النووية اللي هي يسموها الكاريوسوم خلاص الحاجة عن السايتوبلازم النيوكلياس هي الوظيفة مالتها التكاثر و تحافظ على حياة الخلية من المواصفات اللي موجودة بالبروتوز واللي هي عندها يعني عوامل الضراوة طبعا من الموجودات اللي هي عندنا السموم توكسين لايتك إنزايم دايجستيف إنزايم يعني إنزيمات هذا مع إنزيمات محللة وأهم شي عندها هي شنو يعني باختصار بس هو نظام مناعي مبسط اللي عندها بس بالإنسان مثلا إحنا من ننصاب مرض معين أجسامنا يفرز الجسم مالتنا وجهاز المناعة مالتنا يكون أجسام مضادة هذا الطفال كذلك إذا إنصابت بكائنات دقيقة جدا هم عندها جهاز مناعي يسوي إنتجين إكس حتى يدافع عنها جينرال مورفولوجي البروتوزوة أغلبها عدها التروفوزويت ستيج والسست ستيج باختصار هذا التروفوزويت ستيج بهذا الطور تكون الطفيلي إلى القدرة على الحركة على تناول الطعام على التكاثر وطبعا الطفيلي راح يقدر يتناول الطعام مالتا عن طريق الانتشار اللي هي المغذيات بالخارج تكون تركيز مالها عالي وتنتقل إلى الطفيلي تركيز واضع اللي هو الطفيلي بالأقدام الكاذبة هو يروح للطعام مالتا ويأخذ يلزمة بالأقدام الكاذبة مالتا ويأكل أما بالفاقوس سايتوس لا هو الطعام هذا راح يدخل بالفجوات المتقلصة مال الطفيلي وبالتالي الطفيلي راح يبتلع هذا الأكل طبعا هذا التروفوزويد هو الباثوجينيك ستيج هو الباثوجينيك ستيج اللي هو هينتبهلها اللي هي المرحلة الإمراضية القادر الطفيلي أن يسبب مرض هي التروفوزويد السست اللي هي تكون بيها البراسايت نون موتايل نون فيدنج نون يعني غير نشط يعني متكيس هي تعتبر الانفكتيف ستيج ليش انفكتيف ستيج لأن هو يكون متكيس موجود بطعام ملوث موجود بأكل ملوث نجي إحنا ناكله فهو متكيس راح يكون فلذلك إحنا راح ننصاب لذلك هو انفكتيف ستيج هو يكون بالسست مرحلة الاصابة من يطب الداخل الجهاز الهضمي راح نحكيها بعدين اللي قدام انه راح يتحول لتروفوزويد ويسبب لنا الباثوجينيك يسبب لنا المرض طريقة الانتقال ما تحكينا عنها الماء والطعام الملوث طبعا يقول لك بعض من الطفليات عدها بس طور التروفوزويد اللي هو الطور النشط ما عدها السست فلذلك هذا التروفوزويد هو راح يكون باثوجينيك وراح يكون انفكتيف وراح يكون دايغنوستيك تشخيصي المثال عليها انت مويبة جينجي فالس انت مويبة جينجي فالس اللي هو تعيش في الفم التكاثر مالتها اللاجنسي هو عن طريق الانقسام الثنائي البايناري فجل وكذلك عدها التكاثر جنسي اللي هو عن طريق تكوين الزايكوت ويعني هنه مو يعني اكتوفيليات عدها تكاثر جنسي اكتوفيليات عدها تكاثر لا جنسي واكتوفيليات عدها اثنين هن تقدر تتكاثر جنسيا ولا جنسيا المثال عليها ابي كومبليكسة حس نجي الى مربط الفرس راح ناخذ كائن طفيلي ونسالف عنه اللي هو هنانا اللي راح ناخذه انتمويبة هستولوتيكا وانتمويبة كولاي انتمويبة هستولوتيكا وانتمويبة كولاي هذن الانتمويبة هستولوتيكا والانتمويبة كولاي اللايف سايكل مالتها مثل ما قلنا هذن عدها التروفوزويت وعدها السيست السيست الطور التكيسي والتروفوزويت هو الطور النشط طبعا هنانا دايحشي انه مصادر الانتقال مالتها وباقي التفاصيل يعني مو بذيش الدرجة العالية من الاهمية لان راح نمشي لي قدام ونحشي عن الاشياء اللي هي تكون مهمة بس اهنانا لازم نعرف شنو اكسستنج وشنو انسستنج بالاكسستنج اللي هو الطفل اللي يكون بالسست يكون متكيس ويتحول الى تروفوزويد يتحول الى الطور النشط بالانسستنج لا الطفيل يكون تروفوزويد نشط وتكون تصير مثلا ظروف غير ملائمة ويتحول الى السستي كيس نفسه شلون دايصير هذا هسه انا راح اوصل لللايف سايكل واحتي لك عنه طبعا هنانا بالشرح دايحتي لك انه عندك طعام ملوث عندك فضلات عندك مدري شنو يعني هذا الطفيل اللي راح يكون موجود بهذا الفضلات وعن طريق اكلهن الطعام الملوث راح ممكن بعدين يدخل للجسم ويسبب انها امراضية مثل ما هسه احنا راح نيجي هنانا لللايف سايكل راح احتيلكي اياه ببساطة وباختصار اللايف سايكل اللايف سايكل للانت مويبة هستولاتيكا والانت مويبة كولاي ببساطة انه انت حاليا عندك مي ملوث وطعام ملوث الكائن المجهري راح يكون خاتل بيهن ذني راح يكون بحالة السست بحالة تكيسية تمام راح يكون سست اجا واحد مطفي اه شرب هذا الموي الملوث او اكل هذا الاكل الملوث اه اللي موجود بيه السست اللي هو الطور المتكيس للطفيل اللي بلعت انت الاكل المشا مشا مشا وصل الامعاء الدقيقة تمام شصار وصل الامعاء الدقيقة اهناك بالامعاء الدقيقة هاذي السست السست اللي قد طفيل الظروف المناسبة مالتي اكو مغذيات هناك بالامعاء الدقيقة والوضع حلو ومرتب فهذا الطفيل تحول الى تروف وقلنا احنا التروف هو الطور النشط راح يقدر يتحرك راح يقدر ياكل راح يقدر يتكاثر وراح يقدر يسبب لي امراضية لان هو الباثوجينيك ستيج فراح اصير عملية الاكسستينج اكسستينج الطفيل راح يتحول من السست طور التكيس الى التروفوزايد اللي هو الطور النشط بالامعاء الدقيقة سواننا مشاكل سوى عدوى سوى اكل مدري شنو سببنا امراضية بعدين راح يمشي 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 راح يوصل الى الامعاء الغليظة الارج انتستاين هناك بالارج انتستاين لقى بظروف غير مناسبة الوضعية تعبانة ما تفيدة فشنو راح يتحول المرتلخ راح تصير لانسستنج انسستنج راح يتحول من التروفوزايد الى سست راح يكيس نفسه تمام راح يكيس نفسه مني كيس نفسه راح ينزل من الفضلات ويطلع لي برا هاي الفضلات ملوثة يعني هاي الفضلات هو موجود بيها عن طريق السست كذلك ممكن واحد مثلا بايده مدري شنو هام راح يمس هذي الفضلات وراح تنعاد الدورة من جديد هام هو سستي طوب يوصل الى الامعاء الدقيقة يتحول لتروفوزايد النوب الامعاء الغليظة يتحول الى سست ويطلع وهكذا هذي اللايف سايكل باختصار للموضوع الانتمويبة هستولوتيكا والانتمويبة الاشياء اللي لازم احنا يعني نركز عليها هنا بهذا اني عندنا بعض المصطلحات راح ناخذهن اللي قدام طبعا هنا مقارنة المقارنة اللي لازم نركز عليها عدد الانوية واحد بواحد بالتروف وبالايكولاي طبعا كلش كلش مهمة هذي المقارنة اللي عندنا النوية واحد بواحد بهن اثنيناتهن لازم ننتبه انه الباثوجينيك استيج هو التروف باثوجينيك استيج تروف اوف انتمويبة هستولوتيكا هذي الايكولاي نون باثوجينيك غير ممرضة نرجع عدد النوايات واحد بواحد الكاريوسوم اللي هي الكتلة النووية او المال بالطفيلي تكون صغيرة وسنترال هنا تكون لارج واسنترك غير مركزية الكروماتين هنا ناعم هنا خشن السايتوبلازم هنا عندنا السايتوبلازم انكلوجين هنا عندنا لانه هذي باثوجينيك هاي راح تهاجم وتهضم الكريات الدم الحمر يعني تستخدم كل كريات الدم الحمر كمصدر للتغذية مالتها لذلك انا راح سويلي هي شنو راح سويلي اسهال دموي اما الايكولاي فهي راح تاكل البكتيريا والفضلات الاخرى الموتايل هاي ماتها تكون بروغراسيف عدها فنقر يعني راح تمشي وتتقدم بشكل نشط الانتمويبة كولاي تكون نون بروغراسيف يعني الاقدام الكاذبة مالتها تكون اثرية بس بس بالشكل عدها اقدام بس ما راح تقدر تستخدمهن حتى تتحرك بيهن هذي شنو هذي شانت مقارنة طورة لتروف بين الانتمويبة هستولوتيكا والانتمويبة كولاي هسه مقارنة بالسست السست نركز على عدد الانوية من واحد الى اربعة بالسست من واحد الى اربعة وانتبه الشغلة اهنا نفترض انه احنا عندنا اربع انوية فهاذي السست من تتحول الى تروف من الروح بالامعاء الدقيقة قلنا بالامعاء الدقيقة من يدخلوا المناسبة راح تصير لعملية الاكس سستنك راح يتحول السست الى تروف السست من يتحول الى اتروف? هذن الاربعة راح يصير ان ثمانية. تمام? السست من يتحول الى اتروف? الاربعة لان راح يصير انقسام يعني. الاربعة يصير ان ثمانية. عدنا بالاي كولاي من واحد الى ثمانية نشترض عدنا ثمان انوية. ثمان انوية. فهاي الاي كولاي من تتحول من تتحول الى اه هذا السست. ما انتم ميبا كولاي. من يتحول الى اتروف? هاي الثمانية راح تصير 16 ثمانية راح تصير 16 فانتبه الى هذه الملاحظة يعني كلش ببساطة 10 راح الكياها اربعة اكيد من تنقسم راح تصير الثمانية الثمانية ما الايكولاي من تنقسم الصير 16 الكاريوسوم كذلك سمال سنترال هذا الارج واسنترق غير مركزي الباقيات تقريبا يعني نفس الشي بدرجة معين لازم نركز احنا على عدد الانوية هسا عدنا الانتمويبة الاميبياسز او او الاميبك ديزنتري حتشيت لكم اياه هناني وراح نحتي لكم يعني شغلات ثانية انه هذي بالحالات الحرجة والحالات الصعبة احنا حتشينا انه راح يروح معاق دقيقة ومن لا معاق دقيقة يروح للغليظة وبعد هاي يطلع خارج الجسم مرات هذا الكائن الطفي اللي راح ينتقل الى الدماغ الى الكبيد ممكن يروح للرأي ممكن يروح للبراين اللي هو الدماغ يسبب انه امراض اعقد واخطر هاي بالحالات اللي هي تكون جدا قوية راح ينتشر الى مناطق اخرى في الجسم الساين والسبتم العلامات والاعراض بلدي دياريا هاي اهم شي بما انه هو دي يشتغل على الامعاء الدقيقة ودي يستخدم كريات الدم الحمر بالتغذية مالتا راح يسوي لشنو اسهال دموي سفير اب دومال كرامب يعني لويات حادة بالبطن تقيق حرارة عالية الى اخره طبعا يقول لك طبعا من المضاعفات اللي ممكن يصير ممكن يصير عد التهاب بالزاعدة الدودية وممكن جدار الامعاء يعني ينثقب ويسوي لنا مشكلة جدا كبيرة اللي هو عن طريق الستول يعني مني يسوي لفحص راح تلقى بي راح تلقى الانتمويبهي الستوليوتيكا تروفوزايد والسيست مالتهاي عندنا من تلقاهن معناها مصاب بالمرض واكو فحص ثاني سموه الاليزا اكس اكسترا انتستنال اميبياسيز هذا اللي توني حتشيت لكم عنا من تكون قاني عند الاصابة فقط في الامعاء وركز هذا الحدش مهم هذا الحدش شنو مهم من تكون عند الاصابة فقط بالامعاء هو يصير شنو انتستنال اميبياسيز انتستنال اميبياسيز يعني الاصابة عندي فقط في الامعاء تمام اما من راح تطلع الى خارج الامعاء تروح الى مكانات ثانية غير الامعاء هاي سرح يسموها اكسترا انتستنال اميبياسيز اكسترا انتستنال اميبياسيز يعني خارج الامعاء اذا صابت الكبيد راح يسموه هيباتك اميبياسيز اذا صابت الكبيد راح يسموه هيباتك اميبياسيز اذا صابت الرأى راح تسبب لي بولموناري اميبياسيز اذا صابت الرأى راح يسوي لي بولموناري اميبياسيز اذا صابت البرأين راح يسوي لي انسيفالايتس راح يسوي لي انسيفالايتس هذا اني ابرز الاشياء اللي لازم تنتبهون عنها نون باثوجينيز اميبيا هيقول لك اكوى انواع من الاميبيا هاي تكون غير ممرضة اللي هنه شنو؟ عندنا الانتمويبا كولاي هذي اللي احنا قلنا عليها نون باثوجينيز الهيستولوتيكا هي الباثوجينيز هي الممرضة الانتمويبا كولاي هي غير ممرضة انتمويبا جين جيفالس اللي هي هاي قلنا موجودة في الفم انتمويبا هارتمانيا انتمويبا اندوليماكس نانا الى اخره يعني هذا اني يعني المفروض تنتبهون لهم وتحفظوهم طبعا هنانا يعني حاتشي احنا حاتشي ومكرر تقريبا بس الشغلات اللي يقول لك المفروض تنتبه لهم الريليشنشيب بين الهوست المضيف انتمويبا كولاي تكون كومين سالزم كومين سالزم هذي لازم احنا ننتبه عليها طبعا الابوراتوري دايجنوسيز عن طريق الستول اكزامينايشن اللي هو عن طريق الفحص قلناه قبل شوية وكذلك عندنا الاليزة الدايجنوسيك ستيج التروف انت سيست اللي هي التروف والسيست راح يكون موجودات بالستول الانفكتيف ستيج هذا هم حتشيناه قبل شوية اللي هو يكون السيست الانفكتيف ستيج ليش هو الانفكتيف الانفكتيف يعني يصيب الانفكتيف يعني شنو يصيب فهذا السيست هو اللي يكون موجود مثلا بالطعام موجود بالماء موجود بالبراز احنا راح نبلعه وبعدين بجسم يتحول ويسببنا مشاكل فالانفكتيف ستيج هو السيست الدايجنوسيك ستيج تروف انت سيست ليش؟ لانه البراز ممكن يحتوي على التروف وممكن يحتوي على السيست لانه انت بالIAMعاء الدقيقة راح يصير عندك اسهال فعندك البعض البعض من هذا الطفيلي ما راح يلحق يتحول من السيست الى التروف وما راح يلحق ممكن تحول من التروف الى السيست فلذلك هذا البراز ممكن يحتوي على يعنى اثنين هن يحتوي على التروف ويحتوي على السيست فلذلك الدايجنوسيك ستيج هو التروف انت السيست آخر شي عندنا prevention and control اللي هو طريقة انه احنا نتجنب الاصابة ونتجنب المرض مال انتم ويبا هستولوتيكا اللي يقول لك حافظ على النظافة يعني حافظ على نظافتك الشخصية مثلا وحافظ كذلك على نظافة الماء والطعام وكذلك التثقيف الصحي هذا مهم وعندنا التريتمنت لازم نحفظه ونركز عليه اللي هو ميترو نيدازول هذا يحتبر علاج لازم نحفظه لنها تكون محاضرة خلصت ان شاء الله اكون قدر الامكان قدرت ابسطها لكم اتمنى لكم دوام الخير والنجاح